اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجديد بالذكرى ان الكابتن الخطيب كان رئيسا لبعثة الاهلي في اليابان خلال مشاركاته الاربعة في بطولة كأس العالم للاندية باليابان اعوام 2005 و2006 و2008 واخيرا 2012 وان شاء الله باذن الله يكون في مشاركة في كأس العالم الاندية بعد بطولة افريقا اللي احنا فيها دي ان شاء الله باذن الله يا رب دعوتكم دي صور ارشفية للكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته الموقر ده كان اول خبر معايا الخبر التاني لجنة اعداد لائحة الاهلي تجتمع غدا باذن الله تعقد لجنة لائحة الاندية الاهلي او لجنة اعداد لائحة الاندية الاهلي اكيد حضراتكم كلكم مهتمين بهذا الموضوع اجتماعا مهما برئاسة المستشار محمود فهمي عقدت قبل كده اجتماعات كبيرة جدا وكتيرة جدا للوقوف على شكل اللايحة بشكل عام وبشكل خاص يليق بشكل الاندية الاهلي وبجماهيره العريضة وبأعضاءه الموقرين اللجنة طبعا زي ما قلت حضراركم بيرقصها الفخوية القانوني المستشار محمود فهمي وعضو مجلس ادارة الاندية الاهلي اصبك لمناقشة عدة امور خاصة بلائحة النادي الاهلي ومن المكرر ان يحضر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي اجتماع اللجنة غدا ان شاء الله لمتابعة اخر التطورات التي وصلت اليها اللجنة بشأن لائحة النظام الاساسي للنادي الاهلي عارفين حضراتكم برضو تاني بكررها لحضراتكم ان كانت اللائحة دي شغل الشاغل لكابتن محمود الخطيب ومجلسه الموقر للوقوف على شكل اللائحة النهائي لجنة عقدت اجتماعا او عقدت اجتماعا الاسبوع الماضي ايضا وكم المستشار محمود فهمي خلال الاجتماع بشرح كامل لما انجزته ورشة العمل طوال الفترة الماضية وتطرق لبعض البنود الجوهرية في هذه اللائحة واطلع رئيس النادي الكابتن الخطيب على التعديلات التي اجرتها اللائحة او اجرتها اللجنة على بعض البنود خاصة ان اعداد هذه اللائحة بدأ منذ عدة اشهر زي ما قلت لحضراتكم بناء على تكليف مجلس الادارة والذي يبصل اقصى جهده لانجاز لائحة النظام الاساسي باسرع وقت قلت لحضراتكم قبل كده انه عقدت عدة اجتماعات وحضرها الكابتن محمود الخطيب اعتقد الاجتماع السابق حضر الكابتن محمود الخطيب عشان يشوفوا الشكل العام وشوفوا بنود هذه اللائحة ان شاء الله تكون لائحة مشرفة ولائحة تليقوا باسمه النادي الاهلي الكبير وكيانه العريض واعضاءه وكل جماهير زي ما قلت لحضراتكم تاني برضو ان الكابتن محمود الخطيب شاف بنود هذه اللائحة واضاف بنوده ونعدلنا في بنود لغاية لما نقف على شكل كامل للائحة الاساسية للنادي الاهلي بعد كده يطرحوها للأعضاء لابداء الرأي بعد كده ترجع اللائحة تاني للإقاف عليها والعرضها على الجمعية العمومية للتصويت ان شاء الله الاجتماع اللي حضره الكابتن محمود الخطيب كان الخميس الماضي كل التوفيق لهذه اللجنة للوقوف بشكل كامل على لائحة النادي الاهلي الاساسية واكيد كل الناس بتستنى هذه اللائحة وان شاء الله تكون لائحة زي ما قلت لحضراتكم طليق باسم النادي الاهلي وباسم أعضاء وجماهيره في كل مكان اكيد احنا طبعا انبارح عزينا نادي الزمالك ومحبي نادي الزمالك الاهلي بيقدم خالص التعازي للزمالك في وفاة الكابتن عبد الرحيم محمد لازي وفاة هنمانية أمس زي ما قلت لحضراتكم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي والمدير التنفيذي للنادي والقطاعات الرياضية يتقدمون بخالص التعازي إلى نادي الزمالك وأعضاء وجماهيره العريضة في وفاة المغفور له الكابتن عبد الرحيم محمد نجم نادي الزمالك تغمض الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيحه جناته وإن الله وإن إليه راجعون كابتن عبد الرحيم محمد أكيد حضراتكم كلكم تعرفوه غني عن التعريف راجل يعني كان الله يرحمه وحسن إليه في منتهى الأخلاق ربنا يرحمه إن شاء الله كل التعازي باسم النادي الأهلي وكل جماهيره أيضا كابتن الخطيب بعت أكيد وراح كمان العزة إن شاء الله مغفور له بإذن الله وفي الجنة إن شاء الله نروح لأخبار النادي الأهلي وأكيد حضراتكم عارفين الودية